يخسر بس الاهلي ما يكسبش فاكرين قبل كده نقشنا فقرة بنفس المعنى لكن للأسف الامر بيتكرر تاني فيه ناس عندها استعداد تخسر لكن المهم ان الاهلي ما يكسبش كانت اثيرت ايام عقود البث وحقوق الرعاية انا مش عايز اخد كذا بس الاهلي ما ياخدش كذا الامر انتقل الى زيارة للاسكندرية الاسبوع الماضي السيد محافظ الاسكندرية استقبل كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كابتن محمود الخطيب بيعرض على السيد المحافظ تصورات النادي الاهلي فيه امكانية فيه بعض افكار العمل المشترك كدور النادي الاهلي بيلعب كرسالة مجتمعية النادي الاهلي بيقديها وما يريحش الاهلي ياخد ارض من اسكندرية لا هبة ولا ملحة ولا هدية ولا اي حاجة من اللي تقال خرج علينا رئيس نادي الزمالك بغطبة شديدة جدا بتحريط شديد لاندية الاسكندرية الحقو المحافظ هيدي ارض للنادي الاهلي واشمعنا الاهلي واشمعنا الخطيب وانا واخد ماجستير وانا واخد دكتوراه وانا اصغر وانا اكبر هي من مصوغات الحصول على الرد الدولة انه بتقدم مؤهلك الدراسي فما بقناش عارفين هو ايه المشكلة المشكلة انه الاهلي يقوم بدوره في الاسكندرية او في اي محافظة هي ملاحقة تحركات الاهلي ومجلس ادارته بهذا الشكل وتحريط مسؤول الاسكندرية واندياتها وجماهيرها ضد حاجة مش صحيحة لانادي الاهلي رايح ياخد ارض بلاش ولما حافظة الاسكندرية بيوزع ارض بلاش كانت النتيجة بعد هذه الحملة وهذه الغضبة غير المفهومة وغير المبررة اللي انا بقولكو محدش يتكلم لما نادي ودي دجلة افتتاح فرع له في اسكندرية ودي دجلة نادي خاص نادي بيستهدف الربح في اصله قدي موقع اخبار اليوم ودي دجلة يحتفل بافتتاح فرع السادس في الاسكندرية ليه محدش يتكلم والصيد عنده فروع برا القاهرة سواء في بورسعيد او في الاسكندرية اشمعنا الاهلي ليه اي تحرك للنادي الاهلي يواجه ويقابل بتحريض وبيعتراضاته باثارة مشاكل ووضع عرقيل رغم ان الاهلي بيتوسع بدوره بيخدم وطنه بيقدم رسالته بيمارس الاستثمار الرياضي زي ما القانون قال وانت مش حطيتوا القانون 71 لسنة 2017 وقلتوا اطلاق ايدي الاندية والاتحادات الرياضية في افاق الاستثمار الرياضي الاهلي شايف انه بيستثمر في دوره في خبراته في قدراته في شعبيته في رسالته المجتمعية الوطنة من خلال الجهات المسؤولة على رأس هذه الجهات بالنسبة للاسكندرية السيد المحافظ اللي انزعج واضح جدا من محاولة اثارة الرأي العام ضد زيارة الكابتن محمود القطيب للاسكندرية فاصدر محافظة الاسكندرية بس الامر ده تكرر لما راح المنصورة برضو قابل رئيس جامعة المنصورة نشاغل بغيرك أستاذ ابراهيم بالسمرار لازم لها وصف لازم لها تحليل علمي مشغول ليه قوي باللي بيعمله الخطيب ما تسيبه الخطيب يعمل وعمل زيه ما تعملش زيه وعمل انت الواحدة مع الفكرة صرف بطريقتك وانت بتصرف بطريقتك في كل حاجة ما حاش بقولك انت بتعمل ايه دي ملهاش انا مش شايف لها يعني معنى ابدا غير اهو ملقاش في الورد عين ملقاش في الورد عين طبعا قال اسمه الخطيب يعني واحد ايا كان السبب اللي هو رايح عامل المحافظة حاجة طيب الاسكندرية يعني واضح ان هي الناس اندهشت من هذه الغطبة غير المفهومة وغير المبررة فقالت في بيان تم في محافظة الاسكندرية ما يتم تدوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من شائعات واخبار عارية تماما من الصح بشأن اهداء النادي الاهلي مساحة خمسين فدانا لإقامة فرع للنادي بالاسكندرية وتؤكد محافظة الاسكندرية على ان اراضي المحافظة ليست محلا للاهداء او التخصيص بلا مقابل لاي جهة او كيان لا يعد من الجهات ذات النفع العام على النحو الذي ينظمه الدستور والقانون اكدت المحافظة انه اراضي المحافظة ما هياش لهدية ولا ملحة ولا حد هيحفت حاجة بلاي ازاي يعني هو النادي الاهلي بلاي جهة اسكندرية هو النادي الاهلي اخذ ارض الشيخ زايد او ارض التجمع هدية ولا ملحة ولا بيدفع فلوس ارض بتخصص للنادي لإعداء مهمته وبيسدد الفلوس المستحقة عليه وبتكون النتيجة بينام المجتمع اللي هو فيه منتهى الفايدة على المجتمع الجديد اللي بينشاف فيه النادي الاهلي شوفوا الاهلي عمل نقلة قد ايه في مدينة مصر شوفوا الاهلي عمل ايه في الشيخ زايد شوفوا الاهلي هيضيف قد ايه للتجمع هو ده النادي الاهلي وهو ده الخير وهو ده النماء فشايف الاهلي انه عليه دور وعنده فرص وعنده رغبة وعنده قدرة انه يتمدد برسالته في ربوع الوطن لدى جماهيره لدى اعضاءه لدى محبيه انا مال ومال واحد يقولك انا لو عملت فرع في اسكندرية مش هجيلي الا مية او متين هروح لهم ليه طب النادي الاهلي زنبوا ايه النادي الاهلي ماله يعني انت هجيلك كام وهو هجيله كام كل نادي عليه يستسلم في افتاره يعني هو ليه ايسه ليه ايسه ان احجي لهم بترمي لتلتميت واحد يعني ليه ايسه كده وبعدين دي مشكلة مين ايوا هي مشكلة مين خلينا يعني بجد نتكلم بشي من الرشد شوية كل نادي حر في انه يتصرف وفقا لقناعاته وافكاره بين محقق مصالحه شايف مصلحته كده نادي ودي ديجلة راح افتتح الفرع السادس في اللو انت عارف الزعلة تكون امتا سنت فروع منهم الفرع الجديد في اسكندريا السابق اللي فاته الزعلة تكون امتا ان الاهلي يروح يطلب ارض شروط المحافظة بشروط المحافظة مش بشروطه وياخدها ويروح اي نادي تاني يطلب بنفس الشروط ما ياخدها اياتش هنا لا يتقالش معنى هنا في مجال الاحتجاج ليه محدش اعترض انه ودي ديجلة ياخد فرع في اسكندريا ليه محدش اعترض انه نادي الصيد يكون عنده فروع خارج القاهرة ليه شمعنا الاهلي يخسر بس احنا ما نكسبش على اساس انه خسرت الاهلي ما اكسب ليهم ده منطق معيق جدا منطق مش هيساعد حد في الحركة منطق هيقلب الجماهير ضد بعضيها ما تخلينا نكون اكثر صراحة ووضوح كل نادي من حقه يشتغل احنا لازم نقل الكلام شوية ما كل نادي اساسه افطاره وطموحاته مش هما المشكلة الطرح ده مش طرح جماهيري ده طرح مجتمعي يعني النادي الاهلي حيخشه اعضاء مش راح يعمل فريق كورا ينزل بيه في الدور يعني اه طبعا هو ده زي سموحة زي سبورتينغ هيبقى نادي زي فرع الشيخ زايد يعمل مقر الرياضي السيفي بالنسبة ممكن اسألك سؤال هو فرع الشيخ زايد ده بينافس حد يعني جوزي من نادي الاهلي بس ورئيس المسابقات كمان من بنها بعد الفاصل موسيقى موسيقى exactly